فبقول لحضراتكو كده ان الزنا جريمة وجريمة كبيرة جدا وربنا نهانا عنها ربنا نهانا ان احنا نقترب منها ان احنا نقع في مقدمات الزنا نقع فيما يؤدي الى الزنا طيب ما بلنا بقى بالمحارم اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نحافظ عليهم اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا زي ما نقول كده يعني نكون درع واقي للمحارم دي أن احنا نوجههم و أن احنا نعنهم و أن احنا نحفظهم و أن أحنا نبقى زي ما قلت كده درع تحفظ على المحارم دي فيبقى من الغريب جدا أنه أنت موكول أن أنت تأمنهم وتحفظ عليهم و أنت اللي تنتهك الحرمات أنت اللي مأمور أن تحطهم في عينيك و أنت اللي تتعدى عليهم بالصور الغريبة و العجيبة التي نشوفها في المجتمع وأننا نسمعها في المجتمع أخه و أخته ست وابن اختها من القصص الغريبة جدا اللي انا قارتها وانا بحضر لحضرتكم موضوع المحرمات وامراض الاسرة الفضيعة اللي احنا بنشوفها يعني ست كان زوجها توفى وعندها سبع اولاد واختها ست ميسورة الحال وزوجها مش موجود وعرضت على اختها انها تاخد ولد من الاولاد بس اتربيه يعني يبقى عيش مع خلته ياخد زي ما بيقول كده يعني ايه ياخد حس خلته وهو ولد طالب في الجامعة فهو ياخد حسها ويعيش معاها وهي كمان تصرف عليه وتساعد اختها في اولادها السبعة اللي زوجها توفى ومش عارفت ربي اولادها السبعة ازاي فتاخد حد كده يعني تخف الحمل من على اختها شوية والابن يكون مع خلته وإحنا دايما بنقول كده عندنا فاعرفنا ان الخال والد والخالة زيها زي الام يعني هو كده رايح عايش مع امه تخيلوا ان الخالة اللي هي في منزلة الام دي بعد كم شهر تبدأ هي يعني تحاول مع ابن اختها عشان تعمل علاقة معاه تحاول مع ابن اختها علشان يكون في علاقة غير شرعية وبعدين يبقى فيه تهديد لابن الاخت لو ما استجبش لخالته وطلبات خالته ورغبات خالته هتمنع المساعدة عن امه وعن اخواته تخيلوا ده ده ممكن يحصل في مجتمع مسلم من ست مسلمة من ناس يعني المفروض مجتمع متدين ويعرف ربنا سبحانه وتعالى ان خالة تجبر او تفضل مع ابن اختها لغاية ما يوصل لمرحلة الادمان وما يوصل لمرحلة الادمان لو ما كانش هلب برغباتها وطلباتها مش هتديله الجرعة اللي هو عايزها من المخدرات او من البرشام علشان يضاجع خالته او يعاشر خالته معاشرة الازواك احنا اما بنشوف الحاجات دي وبنسمع الحاجات دي بتبقى ايه ده ده الايامة هتقوم ده كده علامة من علامات الساعة اللي بيحصل ده ان احنا نوصل للمرحلة دي بالشكل ده ده كارسة من الكوارس اللي موجودة في المجتمع زي ما قلتلكم فعلا مرض من الامراض القاتلة الامراض المزمنة اللي لازم نقف معاها الحاجات دي منتشرة في المجتمع ازاي